كابتن شريف رأي حضراك في انطلاق المؤسكر تحت يعني هنا في مصر يعني وبداية تطبيق اليوم الكامل بدايته كانت من النهاردة من الساعة 7 ونص صباحا وحتى الثامنة مساء نعم شيء جايد طبعا كلنا عيشنا الفترة دي وعيشنا الاسلوب ده اذا كان جوه مصر او خارج مصر حقيقة وكل الحكاية انك انت بتخش في منطقة تركيز اللاعب بعد الرحل اللي هو بيوجه فيها او الرجوع من اصابة بيبي محتاج عملية تدريج للتعامل في اللياقة البدنية اللي هي بعد رابع او خمس مطش من البطولة اللي بلعبها اللي هو الرسم يعني مش الودي اعتقد انه بيكتمل بقى لللياقة اللي بيتكمل معاه لاخر الموسم يعني هم الاسبوعين دول او الثلاثة السابيع اللي بيبقوا قابل الدولة اللي هم يعني الفرصة الجميلة اللي حصلت لينا كمدرب جديد وكلعيبة برضو جاي من راحة كويسة قوي هي دي الفترة اللاعب بيحط الأرضية بتاعته اللي هيكمل عليها السيزون كله نعم فالمعسكر هنا او في الخارج او في اي حتة انا بعتقد انه برضو بيرجع لللاعب ان الالتزام من الساعة تمانية الصبح لغاية تمانية بالليل والتدريبات اللي موجودة والمعيشة نفسها نعم بتخلي الواحد بيخش غزبا عنه في شغله ما ده شغله ده الوقت ده الحكاية اللي هو بيتعمل بها في الحياة معاه ده شغله ومسئوليته والفترة اللي هو هتحسب عليها بعد اسبوعين ثلاثة قدامه درب جديد قدام جماهيره قدام نفسه يعني انا بقى شوف ان فيه لعيبة محتاجة كانت الراحة دي وكانت بتشتك دايما من اصابات مطلحكة وحاجة زي كده فقادي الفترة اللي احنا بناخد فيها التدريجي وبعد كده بنخش على اسبوع فاكا لو سمى بيبقى اسبوع بقى لياقة بدنية حد جدا اللياقة دي محتاجة نوم كويس قوي محتاجة معيشة كويس قوي خارج الحكاية لما بنسافر كنا آه بنبقى كلنا في معسكر واحد قاعدين بنأكل مع بعض بنفسهم بنفكرش غير في الكورة فنتمنى ان الحكاية دي تبقى برضو المعسكر الطويل اللي هو اللي يوم واحد ده يبقى برضو في نص الشكل هو ده اللي بيخليك من كامل آه ما بيخلكش تبعد عن الحكاية بخليك دايما ايدك وحاجة اقول لك على حاجة مستوى النادي الآلي بيبعث الحكاية كلها او بيدي رسائل كلها لبقيت الفرق في مصر كلها حقيقة لما نادي الآلي بتغير والنادي الآلي بيبقى عنده آه أنياب والنادي الآلي بيعمل منشات كويسة والنادي الآلي بيلعب جوه بره خارج مصر وبيعمل كل الفرق بتعمل حساب الحكاية دي وكل الفرق بدي تفرج عليه بشوف الفرق كلها اسلام بتحفز من نفسها الفرق كلها بتجود من نفسها